لزوم الكفارة بالدم ثم أيضا ترضية يعني ترضى الله لأنه أخذ حقه ويقول لنا الكتاب في عبرانين 9 24 وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة يبقى كان ينبغي وعشان كان زمان من قديم الزمن الله أرسى مبدأ الذبائح وحتى النهاردة في عديد من الديانات التي لا تؤمن بصليب المسيح تؤمن بالذبيحة وتؤمن بالدم ويحط إيديهم في الدم ويغمسوا أبواب البيوت دي متخدة من أيام خروف الفصح ترش الدم على القائمتين وعلى العتبة العليا فأرى الدم وأعبر عنكم وكأن ما فيش حاجة تخلى المهلك يعبر عن هذا البيت إلا عندما يرى الدم بمعنى أن الموت دخل هذا البيت دون حاجة إلى أن يدخل المهلك ويهلك لأن فيه خروف الدبح بدال البكر طبعا الخروف في ذاته ما يفديش لكن صورة لحمل الله الذي يرفع خطية العالم ليس بدم تيوس صحيح